اشتركوا في القناة بث الحلقة يعني الساعة 6 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بينتقل له من مساء الليلة الأحد لمنزلة المقدم منزلة الأخبية هي للحماية والضرر والضفر والعقد قلنا أنه أربع ساعات وربع تقريبا من بعد بث الحلقة بعدين بيكون القمر انتقل لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في برج الدلو بما أنه موجود في برج الدلو معناته ما زلنا بنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عبدوه هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بهاي الفترة بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية اليوم بدأ تأثيرها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيرها من اليوم اللي هو 25 أربعة لغاية يوم 30 أربعة طبعا هي ذروتها يوم 27 أربعة الساعة 15 دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال دائما منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية أمور سفر واتصالات عديدة لكثير من الأشخاص بصيروا يفكروا بهاي الأمور أكثر أما بالنسبة للزوايا الأخرى البطيئة فعنا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل وهي اللي بتعمل تقلبات بالطقس وحوادث سير ومور مع العلاقة بالتركيز بتخلينا مشتتين الفكر وبتعمل تقلبات حتى في البورصة وهي تأثيراتها من يوم 22 أربعة لغاية 26 أربعة وهي اللي بتسبب نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكعابة وتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين ذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بداية زاوية التزديس الإيجابية اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها حكينا لغاية 26 أربعة هي من 23 أربعة طبعا كان ذروتها يوم أمس اللي بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ما بين المشتري وبين بلوتو وهاي اللي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 16-5 اللي هي بتزيد من نموه الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسبب الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها لغاية يوم 23-5 هي اللي بتعزز قدرتنا على القيادة ومنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا نقدر نحكي أنه آخر يوم من تأثيرات أوجها اللي هي زاوية الإقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وهي مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هذه الفترة بعض الأشخاص بينتهوا من وضعية حرجة وبعض الأشخاص ممكن يقعوا بالحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فيه عندنا زاويتين بطيئات سريعات وعند خلو مسار يعني فيه برضو انتقال للقمر من برج الدلو لبرج الحوت في ساعات الصباح أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجيات طباع طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات الظهر في ظهر اليوم وبعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو مسار القمر زي ما حكينا هو حالة سلبية رح يبدأ الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي ليلة الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 10 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو معوعد انتقال أو استقرار القمر في برج الحوت وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بكون هنا انتقل من برج الدلو لبرج الحوت واستقر في برج الحوت وبلش يشكل أول زوايا ليلو طبعا في هاي المرحلة بصير تأثيرات برج الحوت هي اللي بتأثر على جميع الأبراج فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وهاي الفترة بعض الأشخاص بيقعوا في حبال الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة لأنها فترة ممتازة للأمور الروحانية وبرضو بتدل على النجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء زهور اقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي زاوية إيجابية ولكن رح تصير الساعة ثمانية وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الاثنين طبعا هذه زاوية تأثيراتها من ساعات الظاهرة لغاية ساعات تقريبا من الفجر من فجر يوم الثلاثاء نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي طبعا لازم نوفر لها العناية الإضافية أول إشي عنا من الآن لغاية ساعات الصباح بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية أما من ساعات الظاهرة تقريبا بصير التركيز على اللي هي الهرمونات الهرمون اللي مساعد على تسكين الألم رح يصير فيه مشكلة فعشان هيك الأشخاص بشعروا بالألم أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبرضو الهرمون المساعد على النوم وهذا اللي بعمل اللوع من أنواع الأرق والقلق والتوتر وبرضو بيخلي فيه حالات من الخوف عند الأشخاص والوسواس بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية يعني إذا كان اضطرارية العملية فممكن ولكن إذا مش إضطرارية بلاها عمليات التجميل برضو لأنه فيها آلام برضو بالفترة هاي لأنه بتزيد الآلام فيها وفي خلو مسار في ساعات الصباح برضو ما بنصح في عمليات التجميل إذا كانت عمليات التجميل في ساعات مساء يوم الاثنين ما في أي مشكلة ولكن ساعات الصباح يعني بنصح أنه لا طبعا هي مناسبة لعمليات البشرة ومبشرة وعلاج البشرة وشغلات مثل هيك ولكن جراحة لا بالنسبة لإزالة الشعر الزائد في هذا يوم مناسب يصلح لقص الشعر التجميلي وبرضو والصبغ ولكن برضو بنصح من بعد ساعات الظهر بكون أفضل هاي الأمور أو ساعات المساء ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا برضو اليوم غير مناسب لمطعم كورونا لأنه زي ما حكينا أنه خلو مسار وعندنا الهرمونين الأساسي منهم اللي بساعد على تخفيف الألم طبعا رح يكون فيه أوج تعب وفعشان هيك الشعور بالألم بيكون زيادة يعني ممكن أنه حتى البندول ما يفي بالغرض فعشان هيك اليوم هذا لا أنصح أنا بمطعم كورونا لو كان فيه ساعات المساء ممكن بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة سبعة وعشرين أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة واحدة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لها برج الحمل بالنسبة لعمر القمر طبعا الآن بلشنا في انحسار الهلال فعشان هيك اليوم بيكون عمر القمر ثلاثة وعشرين يوم الآن موعد بث الحلقة ولكن الساعة واحدة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنبدأ في أربعة وعشرين يوم فلكيا نسبة الإضاءة بتصير خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة طبعا هي الآن منتحسة بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الدلو بدو ينتقل الحوت حتى يوم سبعة وعشرين أربعة طبعا هو منتحس الآن بنسبة خمسين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة تسعين في المية وبظل منتحس لغاية ساعات المساء تقريبا يعني تقريبا عند غروب الشمس بعدها بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الثورة حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 24.5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10.5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 سعيد بنسبة 15% أورونس في الثورة حتى يوم 24.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الجو مناسب للأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية ولقاء الأصدقاء والتواصل اتصالات دعوة حضور حفلة مناسبة لأجواء مناسبة لهذه الأمور ولكن بيبدأ الضغط من موعد بث الحلقة شوي بتشعروا أن طاقتكم بلشت تنزلي شوي شوي وهذا السبب أن القمر بدو ينتقل لبيت المتاعب في ساعات الصباح فعشان هيك حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة من الآن أما من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل لبرج الحوت اللي هو بيت متاعبكم فرح تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تخلدوا للراحة تعتبر هاي الفترة هي أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما ترهنوا على الحضوظ نهائيا فبتكوا تصبروا لغاية عصر يوم الأربعة ليوصل القمر لعندكم برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتحاولوا أنكوا تحافظوا على سمعتكم من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكوا ما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا بأشياء مخالفة للقوانين أو ممكن أنها تمسوا معتكم الفترة هاي فيها نوع من أنواع صعوبة على هاي الأمور فبتكوا تنتبهوا بجد ما بتقدروا من ساعات الصباح ببلش النشاط ما بين الأصدقاء وبتجي تتعاون من الأصدقاء أو من بعض المعارف ممكن اليوم يتوجه لكوا دعاوي لحضور حفلة أو مناسبة بوسعكوا تحقيق أمني بمساعدة أحدهم وحاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لا أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على الأصدقاء لأنه ممكن يكون فيه سوء تفاهم ما بينك وبين أحدهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر بده ينتبه كثير لأغراضه ما يعتمد على الحضوض يدرس ويستعد بشكل جيد الحد مش داعم لإلك في هذا الوقت ولغاية ساعات الصباح حتى اللي بتنقلوا بسياراتهم أو بحواراتهم بدهم ينتبهوا بشكل جيد من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل بظل يعني بصير يوم مناسب لتعزيز مكانكم ما بينكم بين رؤسائكم بالعمل تقدروا برضو للبحث عن عمل من ساعات الظهيرة تقريبا أهمش أنك تقدم أفضل ما عندك لعلك أنك تحقق إنجاز هذا اليوم أو تحرز تقدم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الآن القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك بتتفحصوا حساب مشترك يمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة حافظوا على أموالكم من السرقة من الضياع ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد ما داينوا حد فلوس خلال هذا اليوم رتبوا أموركم المالية بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح لأجواء بتختلف تماما بصير القمر في البيت التاسع بصير اليوم هذا مناسب لا الاتصالات البعيدة لا التعامل مع أشخاص خارج البلاد السفريات ممكن اليوم ترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء ما ترتجلوا عمل ما تستخفوا بالواجبات الأضواء مسلطة عليكم بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة صحيح إنه بس بدها انتباه أثناء تنقلاتكم برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم لأن القمر ما زال مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح ولكن فترة طاقتكم ضعيفة فيها مش مناسبة للخلافات والنقاشات والحوارات والمشاكل بدك تضبط أعصابك يد ما بتقدر خلال هذا اليوم لأنك أنت الحلقة الأضعف وفي نفس اللحظة حاول أنك تعزز العلاقة ما بينك وبين شركات في ساعات الصباح الأجواء بتتغير يعني بتصير أحسن درجة ولكن مش بالشكل المطلوب بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدره شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتصير بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية لأنه أنت اليوم بحاجة إنكوا تستشيروا ذوي الخبرة ممكن تعالجوا مسائل مالية أو إرثية بتنشغلوا بتخليص معاملة رسمية أو بتحاول تحلوا مسألة مالية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في البيت السادس لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل التركيز على العمل وعلى الصحة أهم شيء أنكوا تواصلوا أعمالكوا اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا لعمل جديد وابعدوا عن المشاكل ما بينكوا بينزوا ملائكوا بالعمل وحاولوا أنكم ما تمسكوا عمل جديد يعني حاولوا تنجزوا الأعمال اللي في إيدكم لأنه ممكن ما تقدروا تتمموها بالكامل يعني بكون في نوع من أنواع صعوبة في إنجازها في ساعات الصباح الأجواء تضعف برضو بزيادة لأنه القمر بصير مقابلكم مناسب الوقت بصير لتعزيز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء المال والعاطفة ولكن برضو بكون في نوع من أنواع التفاهم مع الشركاء ولكن ممكن يظهر خلاف أو صعوبة أو تتعرض لمواجهة قانونية أو عاطفية بدك تضبط أعصابك بحذرك اليوم من عدائة الجو النفور الخلاف التوتر حاذر من المشاكل على أنواعها لأنه الفترة ما زالت ضاغطة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس فعشان هيك بيعزز العلاقات العاطفية وبيخليها قوية بتميلوا للتجاوب مع أحبائكم والتقرب منهم ولكن ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة وممكن الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو تقلق عليه يعني فبدك تضبط أعصابك أثناء التعامل معهم ما في ذاعي للإنفعال والعصبية وبرضو ما تعتمد كثير على الحضوض الأجواء ما زالت إيجابية لغاية ساعة الصباح ولكن من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز مبوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بتصير الفترة هاي مناسبة لنشاط بدني لحركة لانتباه للصحة لم راجع الطبيب عمل فحوصات ممكن اليوم تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط وبرضو ممكن ما تقدر تنجز كل أعمالك أهمش إنك تحذر من أي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيكون التركيز كله على البيت وعلى العائلة وعلى المسكن وعلى ترتيبات من هاي الأمور ولكن بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو شراء أشياء ثمينة يعني لازم تتفقدوا الوكالة أو الكفالة تاعتها تتفقدوا القطعة على أساس أنه ما تنغشوا فيها في نفس اللحظة أي خلاف أو جدال منزلي أو عائلي بدك تضبط أعصابك من ساعات الصباح بتبلش الأجواء تتغير بشكل إيجابي أكثر بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح ووسعكم ومارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك أهم شيء أنك تحضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد أو تواصل مع الأحبة بشكل مناسب خصوصا من ساعات ما بعض الظهيرة بتطلق إيجابة أو إشارة مهمة خلال هذا اليوم الحظ رح يكون لصالحك بس ما تعتمد عليه كثير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثالث اللي بيساعد على أمور الاتصالات والتواصل والحوار والنقاش والتنقلات ولكن لأنه منتحس القمر خلال من الآن لغاية ساعات الصباح وانتحاسته رح تكون كبيرة فإذا عندك امتحان ما تعتمد كثير على الحضود تدرس بشكل جيد إذا عندك تنقلات أو اتصالات حاول أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك حاول تضبط عصبيتك ممكن كلامك ما يكون واضح يسبب ردات فعل أو زعل من الأشخاص اللي بتتحاور معهم فضبط الأعصاب مطلوب من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الرابع اللي له علاقة بالعائلة وله علاقة بالبيت فممكن اليوم تدخل تعديل على مسكنكم تعزز الروابط العائلية ولكن عندك تلطف الأجواء تفادي للأزمات لأنه ممكن يصير أي سوء تفاهم زي ما حكينا ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد القمر بيشجعك على بعض الأمور العائلية والبيتية ولكن أنا ما بشجعك على أي نقاش أو حوار أو خلاف عائلي برج الجديد ما زال القمر موجود في بيت المال لغاية ساعات الصباح ولكن بما أن القمر منتح سبتك تتجنب شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع رتب وضعك المالي بشكل جيد في بعضكم ممكن يحصل بعض المكاسب ولكن أنا بشوف أن التركيز كله على الفواتير والدفعات والأمور اللي من هذا القبيل طبعا من ساعات الصباح إلا أجواء تتغير درجة لصالحكم أكثر لأنه أبدو ينتقل للبيت الثالث القمر فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهي فترة مناسبة للمناقشات والحوارات ولكن عصبيتك ممكن تخليك تنفهم بشكل خطأ فعشان هيك انتبه أثناء الحوار والنقاش مو يكون واضح بتعبيراتك وبدون عصبية اليوم ممكن تلفت النظر والإعجاب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر مازال موجود عندكم فعشان هيك فيه نشاط فيه قوة فيه ظهور حضور طاقة عالية جدا ممكن تبادروا لأي عمل جديد ممكن تواصلوا أي شيء بدأتم فيه من قبل تعززوا علاقتكم مع الأحبة اليوم برضو جيد ومناسب جدا ولكن ضبط العصبية مطلوب في ساعات الصباح الأجواء رح تتركز على الأمور المالية بعض موليد برج الدلو ممكن يحصلوا مبلغ من المال أو يدخلوا تحسين على ميزانيتهم ومنكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ولكن دك تنتبه على أموالك من المصاريف لزيادة أو حتى من الأمور اللي إلها علاقة بالسرقة بالنصابين بالمحتالين ممكن يستغلوك بالفترة هاي اليوم ممكن تستعيد ثقتك بنفسك أكثر حادر المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وبرضو زي ما حكينا أنه ممكن تظهر اليوم مصاريف عليك غير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بيظل التعب مسيطر عليكم تشعروا أن طاقتكم ما زالت ضعيفة ما في طاقة ما في قدرة على الحوار سهل استفزازكم كل الأمور مش ماشي مثل ما بدكم طبعا هذا الضغط رح يظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبلش الأجواء تتغير بشكل إيجابي بتبدأوا فترة إيجابية لأن القمر رح ينتقل لعندكم فبتعيد لكم هاي الفترة نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع وممكن تتعزز من معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة لإدخال تعديل على حياتكم هاي فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة وخبر سار ممكن في ساعات المساء يجيك وممكن تستعد لورشة جديدة تعتبر أنت مقبل على فترة ممتازة جدا ورح تستمر معك لمدة تقريبا عشر أيام فعشان هيك كل يوم في مفاجآت وفي أشياء ممتازة لازم تستغل الفرص هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر